تواصل الدولة طرح كميات كبيرة من كعك العيد في المجمعات الاستهلاكية بتخفيضات تصل الى 30% كما تتوافر الاسماك الطازجة والمجمدة والمملحة بجودة عالية وبأسعار اقل ب30% عن مثيلاتها في الاسواق طقص مصري وعادة حضرة قبيل انتهاء شهر رمضان الكريم من كل عام شراء كعك العيد ابتهاجا بإتمام الصيام واحتفالا بعيد الفطر المبارك فمع ارتفاع أسعاره بالأسواق تطرح الدولة كميات كبيرة في المجمعات الاستهلاكية بتخفيضات تصل الى 30% من أجل إتاحته للمواطن بسعر مناسب بالنسبة لضخ الكميات طبعا السنة دي منزلين كميات كبيرة جدا من الكعك لكل المواقع بالشركة أو بكل شركات قطاع القبضة التابعة لوزارة التموين منزلين كميات كبيرة جدا بمضخها يوميا طبعا ده لازم طبعا تبع حاجة كفية طازة يومية للمستهلك بالنسبة للأسعار طبعا هنا بنا مخفضين الأسعار حوالي من 30% ل35% دايما وأبدا المجمعات الاستهلاكية بقالها فترة هي زراع الأمان للمواطنين دلوقتي لأنه بيتم ضخ كميات كبيرة جدا عن طريق وزارة التموين وشركة القبضة في المجمعات بكل مناسبة على حدة لها حاجتها فإننا دلوقتي داخلنا على عدد الصغير بيتم ضخ كميات كبيرة جدا من الكحك والبسكويت بأسعار تقل عن السوق الخارجي مش أقل من 20-25% وعلى جانب آخر تجد الأسماك التازجة والمجمدة فضلا عن الرنجة والفسيخ تتوافر داخل 1300 مجمع استهلاكي على مستوى المحافظات بجودة عالية وأسعار أقل ب30% عن مثيلتها حيث يحرص المصريون على تناولها أول أيام عيد الفطر المبارك بنقدم تشكيلة رائعة من الأسماك الفخرة والشعبية والأسماك المملحة والفسيخ والرنجة وعندنا كميات ضخمة ضخنا من أول شهر رمضان بناء على التعليمات اللي بجلنا حضرتك من أول شهر عادة مصرية أصيلة تمتلؤ بها البيوت ترتبط بعيد الفطر المبارك وتحركات حكومية من أجل توفير بدائل لكافة الاحتياجات هذه الأيام بأسعار تناسب المواطن سالي سالم التلفزيون المصري